على مستوى الأرقام يمكن بعض الناس بتقولك كان موسم سيء لمحمد صلاح على مستوى الجماعي مع منتخب مصر الخروج من كاس العالم عدم الفوز بطولة أفريقيا كمان عدم الفوز بالبريميال ليد بعض الناس كانت شايفة موسم سلبي ولكن على مستوى الأرقام لا يعني محمد صلاح بيحقق أرقام من أفضل المواسم ليه على مستوى على مستوى الأرقام الفردية اللي حقاها مع ليبر بول وده شيء كمان مهم جدا طبعا يا كمتن محمد صلاح الموسم ده هو هدف البرمان ليج هدف البرمان ليج للمرة الثالثة يعني دي حاجة لازم نقف عن ده كتير ما فيش لعيب كده في أفريقيا وعمل الكلام ده قبل كما ما فيش لعيب مصري طبعا في عالم الاحتراف وصل لللي وصله محمد صلاح ولا في أفريقيا وصل نكتبه هدف الدوري الإنجليزي الدوري الأقوى في العالم للمرة الثالثة فده شيء طبعا مسهل السنة دي محمد صلاح السنة دي قال إنه مش مجرد كمان هداف محمد صلاح زي ما عارفين إنه هو الأكثر صناعة للفرص في الفرقة بتاعته وفي الدولة الإنجليزية كله ومش في الفرقة بتاعته كمان والأكثر صناعة للأهداف تاني أكثر صناعة بعد أرنول يعني هو عامل 62 فرصة هدف أرنول 60 فرصة هدف أرنول 62 حاجة بسيطة جدا بينهم يعني مش مجرد إحنا مش بنتكلم في لعب مجرد هداف أو قناص لا أم حمد صلاح لعب كمان بيعرف يصنع الفرص لزملاء وبيعرف يمنح لزملاء فرص التهديف وده بيرد على فكرة بعض على الاتهامات لبعض الصحف الإنجليزية والبعض أنا بقول غير محبي محمد صلاح اللي بيقول لك ده دايفينج وبيغوص وبيتعمد وأناني والكلام ده كله ده كله كلام مليوش أساس من الصحة بترد عليه الأرقام زي ما حالك قلت أرقام محمد صلاح بتثبت أن محمد صلاح لعيب هلفل لعيب متعاون جدا في الملعب لعيب بيمرر بزكاء لزملائه بيصنع بيضاهم في مواجهة المرمى وكان يمكن تصريحات ساديو مني قبل ما يرحل بترد على كل الكلام ده كان قال تصريحات يعني أنا بعتبارها تصريحات مهمة جدا لما قال رسالة قال أنا بحب أوجه قبل ما سيب ريفربول رسالة للصنائي محمد صلاح وفرمينيو قال لأنه هم سبب رئيسي في الأهداف الكتير جدا اللي جبتها مع ريفربول هم كانوا بيعونوني كتير جدا أن أنا سجل فده طبعا بيرد على كل الكلام ده وبيقول لنا محمد صلاح لعيب متكامل عندنا لعيب متكامل في خط الهجوم لعيب بيسجل الأهداف وبيصنع الأهداف للزملائه صحيح